أعزائي طلبة وطلبات السلامة العامة أهلاً ومرحباً بكم في حلقة المراجعة النهائية لمادة الفلسفة والمنطق سيظل دائماً الأمل هو الذي يخترق دائماً ظلام الكون لنحدد به طريقنا ويحقق به الله أمالنا أنت تستطيع أنت تقدر فضع ثقتك في نفسك وثقتك في الله أولاً لنبدأ معاً حلقة المراجعة النهائية لهذا العام عايز من أعزائي طلبة وطالبات ابدأ معايا كده حضر ورق أو ألم لأن معظم الأسئلة اللي أنا هقولها لك مهمة اخترنها لك بعناية ممكن يتغير صيغة السؤال ممكن يجي لك عن طريق اختار أو طريقة ضع علم صحة وخطأ بس لو أنت فاهم هتعرف تجاوض وقلت لك في البداية أنت تقدر أنت تستطيع ضع ثقتك في نفسك وضع ثقتك أولاً في الله عز وجل حضر بقى معايا كده ورق أو ألم ونبدأ مع بعض على بركة الله استعد وتعالى بقى عايا نشوف أول سؤال معنا النهاردة في حلات المراجعة النهائية لمادة المنطق أول سؤال عندنا بيقول حدد أوهام بيكل الأربعة عايز نبه برضو اكتب معايا الملاحظات دي عشان الملاحظات دي هتفيدك جداً في يوم امتحان الفلسفة والمنطقة حدد أوهام بيكل الأربعة في الامتحان مش هيجي لك يقولك السؤال ده هيجيب لك وهم من الأربعة أنت عارف طبعاً أن احنا عندنا أربع أوهام لبيكل أول وهم عندنا هو أوهام الجنس البشري وهي الأخطاء التي يقع فيها الفرض بحكم طبيعته البشرية الناقصة فهي ظاهرة بشرية وداء عاماً مشترك بين كل البشر فكل إنسان لا يقبل إلا ما يوافق غروره ولا يقبل إلا ما يرضي هواه مثال التصرف في إصدار الأحكام وتبني أراء لمجرد زيحة وشهرتها أوهام الكهف وهي الأخطاء التي يقع فيها الفرض بحكم أنه سجين كهفه يفكر طبقاً لميوله ورغباته متأثراً بعوامل نشآته وتربيته ومهنته وعاداته وتقاليده فلكل مننا كهفه الخاص به يعيش بداخله وتنشأ من التكوين الخاص بالفرض من الناحية البدنية والزهنية فهناك عقول تنتجه للإعجاب بكل ما هو قديم وعقول تعجب بكل ما هو جديد وعقول ناقضة لا ترفض القديم ولا تزدري الجديد الوهم الثالث أوهام السوق وهي الأخطاء التي يقع فيها الفرض بحكم عدم الدقة في استخدام اللغة مثل الألفاث غير الدقيقة فالإنسان يظن أنه يتحكم في اللغة ولكنه ينسي أن اللغة تعود لتتحكم في الفرض وهو ما أصاب الفلسفة بالصفصة وتعد هذه هي أكثر الأوهام إصارة للمتاعب فالناس يستخدمون اللغة في المقاهي والأسواق التجارية مما يفقد اللغة وظيفتها الأساسية أوهام المصرح هذا الوهم الرابع وهي الأخطاء التي يقع فيها الفرض بحكم تأسره بالمشاهير من المفكرين والفلسفة وكأنه في مصرح كبير ليس له دور ينفعل فهو يقبل نظريات القدماء دون نقض أو تأسر بأرائهم دون شك وهي أوهام ليست فطرية مثال رفض علماء القرن السبعة عشر كل ما جاء به جليليو لأنه يخالف أراء أرستو في امتحان مثلا الامتحان التجريبي اللي نزل في المدارس من حوار شعر جاب في السؤال حدد أوهام المصرح مع التطبيق بمثال يبقى هو هتشرع أوهام المصرح مع هذا المثال اللي هو موجود دلوقتي قدامك على الشاشة عايزة نبه برضو كمان أن السؤال ده عزيزة طلبة طلبة ممكن يجيبه لك على هيئة اختار ممكن يجيبه لك على هيئة ضع علامة صحة أو قطع أو ممكن يجيب لك ويقولك حدد مقصود بوهم واحد من الأوهام الأربعة ننتقل إلى سؤال آخر لخص الجانب الإيجابي لده بيكن الجانب الإيجابي لده بيكن حيجيبه لك كده لخص الجانب الإيجابي لده بيكن ليه؟ لأنه هو خطوات من غير شرح هو أربع خطوات أول خطوة عندنا جمع المعلومات الخطوة الثانية ترتيب المعلومات بسلسة قوائم الحضور والغياب والتفاوت الخطوة الثالثة تحليل القوائم أما الخطوة الرابعة تفسير الظاهرة زي بالضبط حاول بيكن التوصل إلى علة الحرارة حدد أنواع التجربة أنواع التجربة ثلاثة عندي أولا تجربة مرتجلة وهي المحالة الأولية من البحث يقوم بها الباحث لرؤية ما يترتب عليها من أسار ويقوم بها الباحث إذا كان يجهل خواص الأشياء التي يدرسها كمان تجربة سلبية غير مباشرة وهي التجربة التي لا يتدخل فيها الباحث وإنما تقوم الطبيعة مقامه فهو يقوم بمثابة التغيرات التي تحدثها الطبيعة التجربة الثالثة وهي التجربة العلمية وهي التجربة التي يقوم بها الباحث لتحقق من صدق فرض معين سؤال ثاني حدد شروط إجراء التجربة العلمية احنا اتفقنا على ان فيه في الامتحان سؤال عن التجربة يقول لك حدد انواع التجربة اللي احنا قلناها وعلى فكرة ممكن يجيب لك نوع واحد بس من انواع التجربة مفهوم؟ ممكن يجيب لك نوع واحد من انواع التجربة في سؤال صحة وغلط في سؤال اختار في سؤال اشرح يبقى معنا ذلك ان احنا عندنا ثلاث انواع من انواع التجربة اما الشروط هيجيبها لك على بعض لو جي قالك حدد شروط اجراء التجربة العلمية اللي هو السؤال اللي موجود دلوقتي قدامك على الشاشة اللي احنا هنجاوبه دلوقتي اهو حدد شروط اجراء التجربة العلمية وهي التزام الحياد والموضوعية وعدم تدخل الاراء السياسية او الدينية او الشخصية على الملاحظات والتجارب كمان الياقص والانتباه كمان مراعاة المواصيق والقوانين الاخلاقية عند اجراء الملاحظات والتجارب على الحيوانات والبشر مثل عدم انحاق الدرار بهم او الحصول على الموافقات القانونية سؤال الثالث اعرض لطرق التحقق من صحة الفرد لدى ميل انا عايز الطلبة اللي بيسمعوني دلوقتي اكتب معايا الاسئلة دي اكتب معايا الاسئلة دي هتلاقيها موجودة قدامك ان شاء الله يوم امتحان الفلسفة والمنطق ولذلك برضو بس مش هتبقى بنفس الصيغة لانه هيجب لك هنا مثلا زي السؤال اللي موجود قدامك دلوقتي على الشاشة هيجب لك طريقة واحدة من طرق التحقق من صحة الفرود لدى جون ستيوارت ميل اول طريقة عندنا وهي طريقة الاتفاق وتعني ان العلة تلازم المعلول في الوجود والوقوع بمعنى ان العلة تدور مع معلولها وجودا فاذا وجدت العلة وجد المعلول ومعناها انه اذا اشتركت حالتان او اكثر في ظرف ما فانه يكون علة الظاهرة فالعلة تلازم المعلول في الوجود يعني مثلا نفترض ان اسرى مكونة من سبعة اشخاص تناولوا وجبات العشاء في احد المطاعم ايه اللي يحصل وبرغم من انهم جميعا تناولوا وجبات مختلفة لكنهم اتفقوا في تناول العصير ثم حدث لهم قيء وغسيان فمن المحتمل ان يكون السبب هو العصير طريقة التانية بس دي من اهم عيوبها قد يكون هناك اسباب اخرى قد لا نعرفها طريقة التانية طريقة الاختلاف وتعني ايه بقى طريقة الاختلاف وتعني ان العلة تلازم المعلول في العدم بمعنى انها تدور مع معلولها عدما فاذا غابت العلة غاب المعلول اذا اشتركت حالتان او اكثر في الظروف في كل الظروف ما عاد ظرف واحد كان هذا الظرف هو علة الظاهرة فالعلة تلازم المعلول في العدم ففي المثال السابق إذا تناول الجميع العصير مع عداء أسامة ولم يصب بقاء أو غسيان فإن العصير هو سبب حدوث المرض أما الطريقة الثالثة وهي الجامع بين الاتفاق والاختلاف وتعني أن العلة تدور مع معلولها وجودا وعدما فإذا غابت العلة غاب المعلول وإذا وجدت العلة وجد المعلول خلي بالك أنه ممكن يجيبها لك زي ما جيه في الامتحان التجريبي مثلا يجيأيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي الطريقة الرابعة اللي هي التلازم في التغيير ودي اللي احنا هنشوفها دلوقتي واللي حتظر دلوقتي قدامك على الشاشة طريقة التلازم في التغير ودي الطريقة اللي بنقول ليبها وتعني أنه كلما تغيرت العلة تغير المعلول بطريقة ترضية فأي تغير في العلة صاحبه تغير في المعلول بنفس الكمية وتعني أنه كلما تغيرت ظاهرة ما وصاحبها تغير في ظاهرة أخرى فإن الظاهرة الاولى تكون علة الظاهرة الثانية مجالات استخدامها مجالات استخدامها هي بقى بتستخدم في حالة تغير اذا تغير شرب اللبن للاطفال يؤدي الى تغير في نمو العظام وتغير في حجم الاعلانات يؤدي الى تغير في نسبة المبيعات وتغير في حجم البطالة يؤدي بالضرورة الى تغير في حجم الجريمة طريقة البواقع أما طريقة البواقع بقى ودي طريقة مهمة جدا وممكن يجي لك يقول لك لطريقة البواقع أهمية علمية دلل بمثال حنشوفها دلوقت وتعني أنه كل إذا كان لدينا علتين لمعلولين مختلفين وعرفنا أن علة فيهم هي علة ظاهرة ما فإن العلة البقية تكون معلول الظاهرة البقية المثال بقى إيه نفترض أن هناك ثلاثة مدارس سين وصاد وعيد فازت في ثلاثة مصابقات للشعر والتمثيل والرسم وأعلن أن المدرسة سين فازت في الشعر والمدرسة صاد فازت في التمثيل فسوف نتوقع أن المدرسة عين فازت في الرسم علل الرياضيات نصق استنباطي سؤال مهم جدا علل الرياضيات نصق استنباطي تعال نجاوب على السؤال ده كده هو بناء عقل متكامل ومترابط الأجزاء يتألف من مجموعة من المفاهيم والقضايا الرياضية بحيث تشكل هذه المقدمات أو المفاهيم والقضايا مقدمات النصق ويدم النصق مجموعة أخرى من القضايا تكون بمثابة مبرهنات والتي يتم استنباطها والبرهنة عليها من المقدمات التي بدأنا منها ومعنى هذا أن البناء الرياضي بمثابة بناء يقوم فيها الاستدلال الرياضي بالدور الإيجابي نشأت عدة مذهب تفصل العلاقة بين المنطق والرياضيات دلل على ذلك بالأمثلة طبعا لاحظ عزيزي طلب الطالبات أن أنا جايب لك الخمس مذهب الخمس مذهب اللي بيفصلوا العلاقة بين المنطق والرياضيات طبعا في الامتحان مش هيجيب لك الخمس مذهب هو هيجيب لك مذهب واحد أو مذهبين مفهوم؟ لكن أنا هنا بجيب لك الخمس مذهب عشان أنت تتذكر معايا ما ذكرته طول العام أول مذهب عندنا مذهب اسمه مذهب التشابه الظهري وده بيرى أصحابه يبقى يرى أصحابه أن المنطق والرياضيات يرجعان لأصول واحدة لأنهما رمزيان سوريان آليان طيب المذهب الثاني مذهب جابر المنطق وده المذهب اللي بيرد أصحابه المنطق إلى الرياضيات ويرى أصحابه أنه بإمكاننا التعبير عن المنطق برموز جابرية رياضية وأن المنطق فرع من الرياضيات أما المذهب الثالث يسمه المذهب اللوجستيقي المذهب اللوجستيقي ده بيراه رد الرياضيات إلى المنطق والرياضيات فرع من فروع المنطق وامتداد لقوانينه وقضاياه أما المذهب الإكسيوماتي وده المذهب الرابع بيرى أصحابه أن المنطق والرياضيات معا نبع من أصول فوقية إكسيوماتية بديهية وأن مصدرهما واحد أما المذهب الحدسي وهو المذهب الخامس واللي ده اللي جي فيه سؤال في 2017 في امتحان السودان يرى أصحابه أن أصول الرياضيات حدسية وأننا ندرك العداد الأولية بالحدس المباشر ولا علاقة له باللغة طب تعالوا بنا لسؤال آخر اشرح مغالطة إثبات التالي خلي بالك بقى في المغالطات ممكن يجي لك السؤال يقول لك اشرح المغالطة يبقى أنت هنا هتشرح المغالطة وتدي عليها مثال وتقول الصورة الصحيحة لها لأنه مش هيجي لك يقول لك اشرح مغالطة إثبات التالي وبس هيقول لك موضحة الصورة الصحيحة لها يبقى أنت بتجيب المغالطة وبتجيب الصورة الصحيحة لها أو ممكن هو يجيب لك مثال على مغالطة ويقول لك حدد نوع المغالطة ويكتب الصورة الصحيحة لها واضح؟ عايز الحاجات دي تبقى تحط حلقة في ودانك وتفهمها كويس جدا بص بقى معايا كده الوقت على الشاشة قدامك هتلاقي السؤال اشرح مغلطة إثبات الايه؟ التالي تعال نشرح مغلطة إثبات التالي وتعني أن إثبات التالي يؤدي إلى إثبات المقدم يعني إذا أثبتنا التالي أثبتنا المقدم وهذا خطأ إيه الخطأ فيه؟ لأن الصورة الصحيحة الحجة هي إثبات المقدم ليترتب عليه إثبات التالي إثبت الأول يثبت الثاني لكن لو أثبتنا التالي ما ينفعش نثبت لايه؟ الأول ده ما تيجي نضرب مثال عشان نوضح الصورة الصحيحة والصورة الخطأ إذا كنت من شمال سيناء فأنت مصري أنت مصري إذن أنت من شمال سيناء ده مثال صح ولا خطأ؟ برافو عليك يا شطرة صح صحين معايا كده طيب يبقى المثال ده خطأ ليه؟ لأن إحنا أثبتنا هنا مين بقى؟ أن أثبتنا التالي وبالتالي إثبات التالي يتم إثبات الأول وده خطأ لأن إثبات التالي لا يؤدي إلى إثبات المقدم مش عشان أنت مصري يبقى لازم أن تكون من شمال سيناء ده خطأ أما للصورة الصحيحة لها وإيه بقى؟ أصورة الحجة الصحيحة إذا كنت من شمال سيناء فأنت مصري أنت من شمال سيناء يبقى إذن ها أنت مصري يبقى إذن ده الصورة الصحيحة للمغلطة طيب ما تيجي للمغلطة التانية اشرح مغلطة إنكار المقدم مغلطة إنكار المقدم وتعني إيه بقى؟ وتعني أنه إذا تم إنكار المقدم يؤدي إلى إنكار التالي طيب وهذا خطأ إذا كنت في طنطة إذن أنت في محافظة الغربية طيب أنت لست في طنطة إذن أنت لست في محافظة الغربية طيب السؤال ده صح؟ الحجة ده صح؟ يعني أنا عشان مش موجود في طنطة يبقى معنى ذلك إن أنا مش موجود في محافظة الغربية طبعا الكلام ده خطأ لأن أنا ممكن ما بقاش موجود في طنطة لكن موجود في أي بلد تانية تبع محافظة الغربية وما للصورة الصحيحة لها إيه بقى؟ الصورة الصحيحة للحجة تتمثل في الآتي تتمثل في سلب وإنكار التالي رافع التالي الذي يترطب عليه سلب أو إنكار المقدم المثال بتاعها إيه بقى؟ إذا بدأنا الحجة بإنكار المقدم فنقع في مغلطة إنكار المقدم الصورة الصحيحة لها هي المثال بتاعها إذا كنت في طنطة إذن أنت في محافظة الغربية أنت لست في محافظة الغربية يبقى إذن أنت لست في طنطر يبقى دي الصورة الصحة إنك تنفي التاني ينفى الأول لكن نفي الأول لا يؤدي لنفي ليه؟ الثاني اذكر خصائص العلم في المنهج العلم المعاصر طبعا ده سؤال جاي أساسي مع خصائص العلم في المنهج المعاصر أنا عندي تمن خصائص للمنهج العلم المعاصر تمن خصائص في الامتحان ممكن يجيب لك يا القياس يتنبؤ كل واحدة منهم لوحدها يا إما يجيب لك واحدة من الستة الأولانين تلاتة من الستة الأولانين وممكن يحدد يعني مثلا تعال نشوف الإجابة وأقول لك جابها إزاي في امتحان السودان في 2017 أول حاجة الموضوعية فالعلم محايد لا يتأثر برغبات الأفراد وأهوائهم إمكانية اختبار وعادة اختبار النتائج من جانب علماء آخرين غير الذين توصلوا إليها مما يؤدي إلى استبعاد الخبرات الزاتية صدق قضايا العلم يتميز العلم بصدق نتائجه أما العلوم الزائفة مثل التنجيم فهي كاذبة الترابط والاتصاق ودي خاصية من خصائص العلم كل لأن اللاعلم يفتقد الاتصاق والترابط وبعضها متناقض بينما العلم يتميز بالتصاق وترابط نتائجه حقائق العلم قابلة للتعديل والتغيير لأن نتائج العلم دايما غير نهائية وتقبل النقاش يتميز العلم بالتجريد والتعميم ودي اللي جابها في امتحان السودان 2017 لأن العالم لا يهتم بمشكلة واحدة وإنما كل المشكلات الممثلة لها في المستقبل تعال بقى معايا كده قابلية العلم القياس ودي أهم واحدة فيهم لأنه ممكن يجيبها لك في سؤال مستقل لوحده ولو هيجيبها لك هيجيبها لك في سؤال مستقل مين لوحده قابلية العلم للقياس هي ورقم تمانية اللي هي التنبؤ والمخاطرة بتجزيب النتائج بص معايا قابلية العلم للقياس يتميز العلم بأنه قابل للقياس الكمي أي التعبير عن نتائجه بلغة رياضية دقيقة وتختلف العلوم في مدى قدرتها على استخدام الرياضيات فالعلوم الطبيعية مثل الفيزياء والكيمياء والفلك تأتي في مقدمة العلوم التي تعتمد على صياغة نتائجها بلغة رياضية بينما العلوم الاجتماعية مثل علم النفس والاجتماع فهي تحاول تحقيق هذه الخاصية إلا أن العلوم الطبيعية تتفوق في استخدام لغة الأرقام وما يساعدها على ذلك أنها تمتلك بعض السوابت مثل سابت بلانك وسرعة الضوء وسابت الجاذبية تعال أبقى معي لآخر واحدة وهي التنبؤ التنبؤ دي برضو من الصفات المهمة جدا للعلم أو المعرفة العلمية خلي بالك وركز معها لحظة لحظة أنه ممكن يجي يقول لك إيه ممكن يجي يقول لك مثلا وضح خصاص العلم وضح خصائص المعرفة العلمية الاثنين واحد وممكن يجيب لك التنبؤ لوحدها في سؤال وضح بمثال اللي هو المثال بتاع هالي اللي احنا هنشوفه دلوقتي أو ممكن يجي يقول لك القياس برضو يجيبها لك لوحدها أو واحدة اتنين من الستة الأولانين مفهوم؟ ممكن يجيبهم لك الاثنين فيها في سؤال يبقى معنا ذلك أن السؤال ده أساسي جاي بص بقى معايا كده ليه التنبؤ ويعد التنبؤ من أهم خصائص العلم لذلك يعتبر العلماء والفلسفة أن القدرة على التنبؤ هي التي تميز بين العلم واللاعلم وأوضح الأمثلة على قدرة العلم على التنبؤ تكمن في أن العلماء يستطيعون التنبؤ بدقة كبيرة بخصوف القمر وخصوف الشمس ولسنوات طويلة قادمة مثال استطاع عالم الفلك الإنجليزي هالي التنبؤ بظهور مزنم بعد ظهور عدة مرات في السماء والذي أطلق عليه بعد ذلك مزنب هالي حيث تنبأ هالي بظهور هذا المزنب بعد 76 سنة وكذلك حدد الساعة والدقيقة والموضع المحدد له في السماء لظهوره وبالفعل بعد 76 سنة وبعد رحيل هالي وفي الساعة والدقيقة التي حددها هالي ظهر هذا المزنب في الموضع الذي حدده هالي وهذا هو التنبؤ العلمي الذي يختلف دائما عن تنبؤات المنجمين سؤال آخر حدد وظيفة الفرد في المنهج العلم المعاصر وظيفة الفرد في المنهج العلم المعاصر ليس عبارة عن تخمين أو تفسير مؤقت للظاهرة وإنما هو يعبر عن العبقرية العلمية فهو يقوم بوظيفتين الوظيفة الأولانية تفسير ظواهر الطبيعة والوظيفة التانية تقديم تنبؤات عن ظواهر لم نلاحظها بعد طيب حدد شروط الفرد في المنهج العلم المعاصر عايز أقول له عزيزي الطلبة والطالبات اللي بيكتبوا ورايا دلوقتي أن الأسئلة هنا عامة يعني أنا بجيب لك السؤال عام عشان أشرح لك كل الحاجات اللي تحت السؤال هو في الامتحان ممكن يجيب لك شرط واحد ويقول لك اشرحه يبقى معنى ذلك أن أنا بطلب منك أنك تذاكر الشروط كلها بطلب منك أنك تذاكر الخصائص كلها بطلب منك مثلا طرق التحقق كلها لكن هو في الامتحان حيطلب منك حاجة إيه؟ حاجة واحدة فقط بص بقى معايا كده على السؤال اللي قدامك دلوقتي على الشاشة حدد شروط الفرد في المنهج العلمي لإيه؟ المعاصر الفرد العلمي له أربع شروط الشرط الأول أن يكون الفرد قابلا للتفنيد أو بينكسين التجذيب ودي أهم شرط فيهم بمعنى أن يكون قابلا للتحقق منه عن طريق الملاحظة والتجربة فإن تعذر التحقق منه بالملاحظات والتجارب إيه اللي هيحصل؟ فلا يعتبر الفرد علميا لأن الفرد هو تفسير مؤقت يتم إثباته أو نفيه عن طريق الملاحظة والتجربة فإن ثبت نجاحه تحول إلى نظرية وإن ثبت خطأه فإنه يجب التخلي عنه اتنين أن يتم اختبار الفرد عدة مرات منين بقى؟ من جانب تكرار تلك الاختبارات من جانب أشخاص آخرين مؤهلين وهو ما نطلق عليهم النظراء أي أكران العلماء لضمان سلامة وصحة التجارب الشرط الثالث يحدد الفرد علاقة محددة بين متغيرين وأكثر الشرط الرابع أن يكون قابلة للاختبار عن طريق المعطيات التجربية تعالوا بينا لسؤال آخر حدد خصائص الفرد في المنهج العلم المعاصر وبردو ده سؤال مهم بطلب من أعزائي الطلبة والطالبات اللي شايفيني دلوقتي أن يكتبوا الأسئلة دي ورايا خصائص الفرد في المنهج العلم المعاصر يشير الفرد إلى كيانات لا تخضع للإدراك الحسي مثلا خاصية زي دي من ضمن خصائص الفرد العلمي لو أنت بص سدلاتي قدامك على الشاشة حتشوفه يقولك يشير الفرد إلى كيانات لا تخضع للإدراك الحسي ممكن يجيبها لك في صحة وغلط تشير الفروض في المنهج العلم المعاصر إلى كيانات تخضع إلى الإدراك الحسي طبعا اللي بره هنا هي خطأ لأنها لا تشير إلى كيانات تخضع للإدراك الحسي طب يعني إيه بمعنى مثل الإلكترونات والطاقة فهو يدرس موجودات لا تدرك بالحس المباشر لذلك لا يقوم الفرد على الملاحظة المباشرة مثال الهواء له ضغط ووزن بناء على أن للماء ضغط ووزن لا يمكن التحقق من الفرد بطريقة مباشرة كمان لا يمكن التحقق من الفرد بطريقة مباشرة يجيلك في الامتحان سؤال برضو صح وخطأ يقولك يمكن التحقق من الفرد بطريقة مباشرة طبعا اللي بره هنا هي خطأ لأن هنا لا يمكن التحقق من الفرد بطريقة مباشرة زي مثلا أهو وإنما يعبر وإنما عن طريق النتائج اللازمة عن الفروض مثال نحن لا نرى ضغط ووزن الهواء ولكن إن صح أن للهواء ضغط ووزن فسوف يؤدي الى ارتفاع الزيبق في عمود البارومتر الفرض لا يفسر ظاهرة مفردة وإنما يصل الى قانون عام يفسر جميع الزوار الممثلة بناء على الخبرة الحسية الملاحظة والتجربة الفرض قابلية للتفنيد التجذيب والتأييد يعني معنى ذلك ان الفرض برضو لابد ان يكون قابل للتفنيد اللي هو التجذيب والتأييد يعني ايه هي معيار التمييز بين النظرات العلمية وغير العلمية فنحن لا نكتفي بمعرفة ان هذه الفروض صادقة بل يجب التأكد من انها قابلة للتفنيد دلل بمثالين على نمازج للتفسير في المنهج العلم المعاصر هنكتفي هنا بمثال واحد وهو مثال نموذج كارل هامبل كارل هامبل انا عايز اقول للطلبة عزيزي الطلبة والطالبات عايز اقول لكم ملحوظة مهمة جدا على كارل هامبل ان لو جالك سؤال في كلمة هامبل في كلمة نموذج كارل هامبل ايا كان السؤال اللي هو عايزه بنكتب نموذج كارل هامبل كله بالمثال بتاعه يبقى بنكتب خطواته بنكتب المقدمة الاول وبعد كده الخطوات وبعد كده المعيارين اللي اعتمد عليهم مين؟ هامبل تعالوا نشوف بها كده الاجابة هتكون ازاي نموذج كارل هامبل عمل ايباب؟ يعد نموذج هامبل من اكثر النماذج نجاحا وزيوعا وتأثيرا في العلم الطبيعية وذلك لانه ترجع اهميته الى تقاطع هدفي التفسير والتنبؤ في نموذجه وهما من اهم اهداف العلم بالاضافة الى الهدف السالس وهو الوصف طيب ويتكون نموذج هامبل من ثلاثة عناصر بص معي وجود حادثة مطلوب تفسيرها مثال انفجار جهاز الريداتير في السيارة اثناء الليل وجود حوادث ومقدمات وصوابق ادت لحدوث الظاهرة مثل ان تخفض درجة الحرارة الى سفر وغطار الريداتير كان محكما وكان الريداتير مملؤا بالماء مما يؤدي لوجود قانون فيزيائي يفسر الظاهرة وينص على ان حجم الماء يزداد بالتجمد منطق التفسير عند هامبل يقوم على معيارين ايه هما المعيارين او المعيار الجمع بين الاستدلال الاستقرائي والاستنباطي اما المبدأ التاني والمعيار التاني وجود قانون عام واحد صحيح ملحوظة لا يختلف نموذج هامبل باختلاف الظاهرة سواء كانت ظاهرة طبيعية او فيزيائية او اجتماعية يعني نموذج هامبل بيطبق في كل الظواهر عرف النظام السبرانطيقي عرف النظام السبرانطيقي هو مجموعة من العناصر المتفاعلة تقوم على تبادل المادة او الطاقة او المعلومات دراسة عمليات الاتصال تلقي المعلومات وتبادلها وتخزينها عمليات التحكم اي استخدام المعلومات في توجيه عمل منظومة معينة ان المنطق الحديث جعل الكمبيوتر ممكن اكد صدق العبارة طبعا المنطق الحديث عزيز الطلبة والطالبات جعل الكمبيوتر ممكن اكد صدق العبارة ان المنطق الحديث جعل الكمبيوتر ممكن من خلال اعمال كل من اول واحد لبنتز قادت اكتشافاته الى اختراع اول كمبيوتر بداي واكتشف المنطق السنائي الذي يعتبر أساس أنظمة المعلومات جورج بول أسس ما يسمى بجبر المنطق حيث استخدم صيغ لترميز العلاقات المنطقية فالصيغ الرمزية للجبر تصف العلاقات العامة بين الأشياء كمان جون فين أوضح أن منطق بول عالج المصطلحات باعتبرها متغيرات جبرية وليست مصطلحات كلية حدد دور المنطق في بناء تكنولوجيا الاتصالات وممكن يشيل لك كلمة تكنولوجيا الاتصالات ويحطي لك كلمة الزكاة الاصطناعي دور المنطق أو إسهام المنطق في بناء تكنولوجيا الاتصالات إسهامات المنطق تتعدد أدوار التي يلعبها المنطق الرمزي في الزكاة الاصطناعي فلا يكاد يخلو أي نظام زكي من بصمة للمنطق يعتمد الزكاة الاصطناعي على عنصرين أساسيين يشكلان جوهر المنطق هما اللغة الرمزية وآليات الاستدلال دقت عقارب الساعة لتعلن انتهاء وقتي معكم فهكذا هي الحياة لقاء ثم افتراق ونرجو أن نفترق ونحن نحمل سويا بعض الانطباعات الإيجابية عننا وعنكم وبالتالي متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح متمنين أن تكونوا الأمل الذي تنتظروه مصرنا الحبيبة ويطلوا على ضفاف نيلنا آياته وترفرفوا على أرضنا الحبيبة راياته وتملأ بيوتنا أفراحه وبسماته وبالحب التقينا وبالحب انتهينا وبالحب لقيناكم طوال عام الدراسي نرجو أن نكون أسعدناكم وأفدناكم وسدد الله خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته